السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا اليوم 39 شعبان 143 هجريات 22 مارس 2022 واخيرا اخيرا الخبر الذي انتظره جميع المغاربة وهو فتح الحدود البحرية من الموانئ الاسبانية فاليوم يخرج واحد الخبر بانه المصالح والسلطات الرسمية السلطات اللي مكلفة بالمطار عفوا بالميناء ديال التنجر المتوسطي فيعني انتعطت للأوامر الاستعدادات لعملية عبر 2022 وتحدث المدة كذلك ما بين يونيو وشتنبر الحمد لله في انتظار بطبيعة الحال السلطات انها تعطي الامر رسميا ولكن في الصحيفة الامر راح مفصل وبالدوابط دياله وبالمصادر كذلك فابقوا معنا باش نشوفوا الخبار مع بعضتنا ان شاء الله وندخلوا في تفاصيل ديال الخبر اذا الخبر كيقول ميناء تنجر متوسطي سيستقبل المغاربة المهجر القادمة من الموانئ الإسبانية ضمن عملية مرحبة هنا ميناء تنجر المتوسطي سيستقبل مغاربة المهجر القادمة من الموانئ الإسبانية ضمن عملية مرحبة حيث تؤكدت مسادر مسؤولة للصحيفة عن هذه الجريدة إن إدارة الميناء تنجر المتوسطي أخبرت رسميا بداية الأسبوع الجاري بأن عملية مرحبة ستشمل موانئ الجنوب الإسباني وهي الخطوة التي تأتي بعد الانفراج الكبير في العلاقات المغربية الإسبانية والذي تال الإعلان الحكومة دي البيدرو سانشيز الإسبانية دعمها لمقترح الحكم الذاتي كحل للقضية الصحراء والتأكيد على احترام مدريد للوحدة الترابية للمملكة ما يعني عدم تكرار سيناريو العام الفائت والعامين ليدازو تم إبعاد الموانئ الإسبانية على العملية المرحبة هذا الخبر يتسنوه المهاجرين كاملين سواء الإسبانية أو في الدول الأوروبية لأنه أسهل طريقة العبور إلى المغرب عبر البحر والمهاجرين يدخلوا بالسيارة فهو الموانئ الإسبانية ووضحت مدى مصادر للصحيفة أن الميناء أخبرت بأنه سيكون المحطة الرئيسية كما كان في السنوات الفائتة لعبور المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج خلال رحلتين المجيء والعودة وسيكون حلقة الوصلة التي تربط المملكة بموانئ الجنوب الإسباني وخاصة ميناء الجزيرة الخضراء طبيعة الحال هذا ما كان ينتظره المغاربة وميناء طريفة وهي العملية التي يتوقع أن تمتد لثلاثة أشهر حيث ستنطلق في منتصف يونيو وستنتهي في منتصف شتنبر إذن كما قد تشوفوا الإخوان والأخوات خبر جد مفرح لا أعتقد بأن الصحيفة غيرها ستجي وتقول الخبر هيدا كوكان إلا ما كانش عندها مصادر موطوقة لأن الكل يعرف بأنه الآن يعني مبقاش لم يعد يحتمل اللعب على أعساب المغاربة المقيمين بالخارج فإن شاء الله رحمة الرحيم في انتظار تفاصيل أكتر ومعلومات أكتر وتوضيحات أكتر من مصادر رسمية هذا هو الخبر يعني اللي كان ينتظر الجميع إن شاء الله مدكم معلومات جديدة بحل دائما فهنا في هذا القناة بكالينفو غادت جبرو المعلومات مفصلة وبالتفاصيل إن شاء الله رحمة الرحيم منطول شليكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله